اشتركوا في القناة حتى الان و ايه المستجدات في الموضوع ده اشتركوا في القناة للأسف الكوارث بتحصل كل يوم قدام عينينا وبنصحى الصبح بنتفاجئ كل يوم بكرسة جديدة ايه اللي بيحصل حوالينا وهل دي علامات واشارات ولا كوارث طبعية ولا بتتم بفعل فعل صحينا الصبح لقينا كل العالم بيتكلم عن حريق الجزائر اللي حصل فيه غابات في شرق الجزائر وحاليا دلوقتي الحريق ده بيتوسع ودخل على المساكن بتاعة المواطنين والاهالي وفي حالة رعب جمدة جدا عند الاهالي لانت لحد دلوقتي تم اخماد 15 بقرة من الحريق من اصل 20 بقرة وطبعا الجهود مستمرة في السيطرة على الحريق ده ولكن حتى الان النار بتتوسع في كل مكان في الاقليم والغابات دي وكمان الحماية المدنية تدخلت طبعا بسرعة جدا والجيش الوطني الجزائري تدخل في الموضوع لان الموضوع كبير جدا يا جماعة كارثة كبيرة لان النار لو محدش سيطر عليها هتاكل كل حاجة وطبعا تم اخلاق المناطق اللي حوالين الغابات من السكان في حالة من الزعر والرعب لان طبعا في بيوت كتير اتكلت من النار ربنا يصبرهم ويصبر اهليهم وما يكونش فيه حد جراله حاجة او حد حصل له حاجة وان شاء الله يتم السيطرة على الحريق ده في اسرع وقت الجهود مستمرة حتى الان وده طبعا مش اول حريق في الغابات الجزائرية ولكن ده يعتبر الاكبر من نوعه والاخطر الواحد مش عارف يقول ايه غير قلوبنا معاكم من مصر بندعم ونساند اخواتنا الجزائريين العرب وربنا يصبركم على المصيبة والفاجعة دي الواحد مش عارف ايه اللي بيحصل في العالم مرة زلزال في المغرب ومرة فيضان واعصار في ليبيا والان حريق هائل في الجزائر ربنا يحفظنا جميعا ويا رب سلم وعدي المحن دي على خير ويحفظ كل الدول العربية من كل سوق ومن كل شر ويعدي الازمات على خير وما يكونش فيه ضرر بشري ويصبر اهالي المفقودين متابع معاكم لحظة بلحظة من قناة نجم العاصمة يا رب سلم وان شاء الله يتم السيطرة على الحريق في الجزائر وتعدي المحن دي على خير وما حدش يجراله حاجة ولا حد يصاب بأي أذب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته